اشتركوا في القناة وفي كلمته أشهد رئيس الوزراء البريطاني بما حققته الاتفاقيات الإبراهيمية من انجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين كافة دول الموقعة مؤكدا موقف المملكة المتحدة الداعم لهذا التوجه التاريخي والإيجابي الذي أصبح رمزا للأمل والسلام والتعايش كما أشهد بالعلاقات التي تربط البحرين ودولة إسرائيل التي نتج عنها التوقيع على أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات الحيوية وضرورة مواصلة هذا التقدم الذي تم إحرازه من جانب آخر قام أصحاب المعالي والسعادة السفراء بلقاء كلمات تناولت آخر مستجدات الاتفاقيات الإبراهيمية وما تم تحقيقه بين الدول المشاركة على مختلف الأصعدة ذات الاهتمام المشترك حيث أشار معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة بأن البحرين انموذج حي عن كافة الدول الأخرى في قيم التسامح والتعايش بين كافة أطياف المجتمع وانسجامهم على مر العصور الماضية مضيفا أن المملكة كانت ومتزال حاضنة لكافة الأديان السماوية موسيقى 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 موسيقى